بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي طلبة الصف السادس الابتدائي اليوم وصلنا صفحة 32 بكتاب تتحدث لنا عن قطعة هذه القطعة تجينا بالسؤال الأول اللي تكون طريقة السؤال يا سنو بعد نقدر نستفاد من هذه القطعة أيضا نقدر نميز زمني المضارع المستمر والمضارع البسيط إن شاء الله من خلال الجمل يعني أنا أريدك تركزوا هسا نجي ماي مجازن طبعا هي بلوغ اللي هي المدونة العمل في مستشفى شو نقول مزدحم العديد من الناس اللي نعرفهم يذهبون إلى المستشفى أو يرحون نشوفون أو يقابلون طبي يقول أنت هم تعرف بعض الأحيان كيف يبدو العمل في المستشفى هذه وظيفة طبيب سأخبرنا عن ما تفعله كل يوم سأخبرنا عن ما تفعله كل يوم طبعا I am a doctor راح تتحكي عن نفسها والقصة كلها تتحكي لها على هذه الدختورة شي تسوي شنو تقضى وقتها وين تقضى الوقت I am a doctor I am a heart doctor يعني أنا طبيبة قلب Our surgeon السرجون هنا جراحة تعتبر هذه الطبيبة شنو جراحة For Sunday to Thursday من يوم الأحد لحد الخميس I walk in a hospital أنا أعمل في مستشفى أكيد I wear a uniform أنا أرتدي الزي الرسمي It is white راح أتصف إزاي مالتها اليونيفوم It is white coat in coat معطف قطني أبيض And if in white or blue head scarf أو حجاب يكون لوني أما أبيض يأما شنو يأما أزرق I look after my patients أنا أعتني بمرضاي بمرضاي And I try to make them better وأحاول أنه أخليهم يشعرون بصحة جيدة I get up very early أنا أستيقظ مبكرا Because I usually do operations in the mornings أنا عادة شوف هنا عادة دير بالك على هذا المصطلح Usually عادة يختلف عن دائما دائما فتشيء أنت تسوي مثلا دائما يوميا تقوم بي على مدار سبعة أيام أما usually لا عادة أربعة أيام أو أقل فهنانا usual In the afternoon في الظاهيرات I visit the woods الواد هنا الردهات الردهة I check on my patients وأتفحص مرضاي أشوفهم يعني أتطمن على صحاتهم ننتقل هالسلمن لتكملة القطعة Is your job difficult واحد من التلاميذ واحد من اللي يقابله سئلها هل لأن مهمتك صعبة راح تجواب I walk with a small team أنا أعمل مع team صغير أنا أعمل مع فريق صغير of other doctors من تكون من أطباء آخرين nurses وممرضات We are usually very busy نحن عادة جدا مشغولين I often walk for many hours أنا عادة أعمل لعدة ساعات بعض العمليات take long time تأخذ وقت طويل بهابس ربما five or six hours ربما خمس أو سس ساعة It is difficult job تعتبر وظيفة شرية صعبة But I love it لكن أنا أحبها هسا الحد لهنا الكلام اللي كانت تحتي بي حقائق الكلام اللي كانت تحتي بي عمل روتيني متكرر يومية يسوي مثلا هي عادة يسوي عمليات هي عادة أو دائما تروح للمستشفى تعمل مع حقيقة تعمل مع أطباء آخرين حقيقة هي دائما عادة تكون مجغولة فهذا اللي كلها حقائق مهمتها أو مهنتها صعبة هذه حقائق إذن هناك جنا نحجة عن حقائق وعمل روتيني متكرر لذلك نستخدم المضارع البسيط لاستخدام الحقائق والعمل الروتيني متكرر هذاك مضارع بسيط نجي لهنا راح نجي نجي مستمر مضارع مستمر يعني حدث يحدث في زمن التحدث يعني هساني قاعد أحتي وأقرأ أحتي وأفكر أحتي يعني هناك أكو عملية أخرى أثناء الكلام فهذه العملية لازم شو تكون تكون مستمرة خلنشوف ماذا تفعلين الآن شوف في زمن التكلم بما أنه في زمن التكلم إذن زمن الجملة لازم يختلف ذاك مضارع هذا مضارع شنوها مستمر ذاك بسيط وهذا مستمر قلنشوف المستمر شنوها مستمر اليوم هو يوم السبت وهو يعتبر عطلة نهاية الأسبوع اللي هي الجمعة والسبت راح تلاحظ اللي موجودة بالفعل وقبلها أما إزي أما آري أما أنا لا أعمل حاليا في المستشفى أنا أقضي شوف فعل شبي أقضي الوقت مع منه مع عائلتي مع عائلتي دا تلاحظ الفعل اللي موجود بـ ING دا تلاحظ الـ ING الموجودة تتكرر ليش لأن مستمر أنا أتسوق في المال نحن نبحث اليوم شوف نحن نبحث عن ملابس شنوها شتوية ابني يشتري شوف ING هسا قاعي اشتري وعم دا تلاحظ يعني جاكتة مصنوعة من كابوي دافئ يعني ابنتي وتشتري في عبي ING ثقة سويتة أنا أشتري هدا مريحة للعمل لكن نحن الآن لا نتسوق ماذا نفعل من خلال هذه الصورة سهمة بالمطعم لأن هذه تعتبر صورة مقبلات في هذه الإجابة يعني إذا يسألك شنو نفعل أكيد هما سذهبين إلى المطعم تلاحظ عزيز الطالب أنه أغلب الأفعال بهذه المقطوعة الإنشائية هذا البروغراف أنه الفعل شي يكون بإنجي وقبل أما إز يأما آر يأما آم وأنه فعل شبي آي أنجي هنا هذا مستمر هنا شنو مستمر إذن القاعدة راح تكون لك بالمستقبل إز آر آم فعل شبي آي أنجي جي هذا مستمر راح نرجع مضارح بسيط هس راح نحشي حقاق وشي سهل عمل روتين لاحظ أنا أقضي وقتي في البيت هذا شو وقت بالويكند عطلة نهاية الأسبوع يعني كل عطلة شي سوي أنا أعمل الغسل والتنظيف شوف هنا أنا أعمل فعل مجرد شوف فعل مجرد وراء أصدقائي هذا بالعطلة أنا أطبخ وأنظف البيت حقيقة هذا واقع هيا هذا شغل أنها تقول أنا أطبخ وأنظف المنزل بعض الأحيان بعض الأحيان أنا ألعب التنس بعد عندما أشعر بالتعب إذا تعبت أقرأ شي أو أشاهد التلفاز هنا كلها عمل روتيني وحقها أقعد تهجي هس ننتقل لمن هن هنا راح تجي أسئلة على القطعة بعيدا عن القواعد نظارة بسيط وهي تجي أسئلة على القطعة إحنا لازم نجاوب هس نجي الأول واحدة طبعا إجابة إجابة أما تكون يس يأما نو إذا نخلي باليس وإذا نو نخلي بالنو هو طبيب يسوينا العمليات الإجابة راح تكون يس لأن هو الطبيب تجي راح يسوي سوينا العمليات هي دائما لا مو دائما هي عادة تعمل عمليات في الصباح عادة مو دائما فبما أنه هنا المفروض يوجوالي مو الويز شوف هنا الويز دائما خطأ إذا يوجوال صح فهنا راح تكون إجابة أكيد شنو نو هي ترتدي الزي الرسمي في العمل الإجابة نو اليوم هي تتسوق مع الأصدقاء لا ما تتسوق مع الأصدقاء تتسوق مع الفامل العائلة إذا إجابة نو هي الدكتورة تشتري حاليا تتسوق white coat معطف أبيض للعمل لا تشتري comfortable shoes for walk تشتري أحذية مريحة العمل إذا راح تكون إجابة شنو تكون إجابة no her daughter is buying a thick sweater أنو بتها تشتري thick sweater يعني بلوز ثقين الإجابة yes they go to the shopping mall every day هما يذهبون كل يوم للتسوق للمال التسوق لا مو كل يوم بس أطلت نهاية الأسبوع إذن الإجابة خطأ she sometimes plays tense at the weekend هي بعض الأحيان تلعب التنز في نهاية الأسبوع الإجابة أكيد yes هذا يجيب هذه الطريقة ومهم جدا وزاري يجيب السؤال أول ينطيك القطعة اللي قبل شوي شرحتها وينطيك هذاني هسا ننتقل إلى فكرة أخرى اللي هي الأزمنة إحنا ش عدنا عدنا هذا الزمن المضارع البسيط وعدنا الزمن شنوى المضارع المستمر هذا اسمه present symbol present symbol مضارع بسيط present symbol بسيط symbol بسيط symbol بسيط وعدنا هذا present continuous present continuous present continuous present continuous المضارع المستمر هسا راح نجي نسوى مقارنة بيناتهم ونفصلهم طبعا إحنا هنا شي يقول لكم لاحظ يقول لك read the doctor's story again يقرأ القطعة write the sentences يكتب لجمل عليها what does she do most days ماذا هي تفعل معظم الأيام what is she is doing now ماذا تفعل الآن يعني الآن وهنان أيام حقيقة في الواقع هسا شنوى المطلوب من عندك عفل إذن الجملتين هسا راح نجي نحشيهم نشوف استخدام الزمن المضارع البسيط يستخدم التعبير عن العمل متكرر والحقاق مثلا she walks in the hospital هي تعمل في المستشفى حقيقة five days a week عمل متكرر خمسة أيام بالأسبوع فهذا عمل متكرر فهنانا الفرق بين هذا وهذا نجي لهذا يقول يستخدم للتعبير عن حدث مستمر في زمن التحدث يعني هسا قاعدة سولف وأكو شي قاعدة أسوي آخر أوكي مثلا watching speaking talking writing thinking فالأشياء أنا أسويها شوف هنا شي هي تحتي أو تقضي الوقت مع عائلتها فهنانا هذا يستخدم للتعبير عن حدث في زمن التحدث يعني هسا أكو حدث قاعدة سولف إذن مستمر أما هذا عمل روتيني متكرر وحقاق هسا نجي للقاعدة القاعدة مالة هذا القاعدة منين تتكون بويا تتكون من فاعل وفعل رئيسي بي أس لو يكون مجرد فعل رئيسي بي أس يكون مجرد طبعا أنا هذا الزمن شارحة أوكي بالمضارع البسيب لكن هذا ما شارح فهسا راح أشرح نسويه حتى أنت سوى مقارنة بتقعد بتعرف شنو الفرق بين هذا وهذا هنا الفاعل يأما يكون الفعل رئيسي بي أس يأما مجرد طبعا يكون الفعل الرئيسي بي أس إذا كان فاعل مفرد استعروا شنو فاعل مفرد لاحظ هنا هي وشي وإت لازم يجو وراء فعل شبي أس هي وشي وإت لازم يجو وراء فعل بي أس جيد إذن هذا الفعل للي بي أس لازم يكون فاعل مفرد نجي المن هذا فعل رئيسي فعل رئيسي مجرد إيش وقت يكون مجرد ذي شي جو وراها من جو وراها الفعل مجرد زين زين استاذ شون لاحظ لها الجملة شي أوفن بلايز تنس لاحظ أو بلايز هذا الفعل الرئيسي هذا الفعل الرئيسي إيش ضفت لأ ضفت لأس ليش استاذ ضفت لأس لأن الفاعل شنو مفرد بما أنه الفاعل مفرد ياخذ أس الشخص الثالث اللي بالفعل هس هذي المثال أول أخذ المثال آخر لاحظ they go shopping they go shopping everyday go فعل مجرد زين استاذ ليش فعل مجرد لأن الفاعل شنو جمع بما أن الفاعل جمع يكون فعل الرئيس شنو مجرد هس ننتقل للظروف الزمان زين استاذ ظروف الزمان شنو فايدة ظروف الزمان حتى نفرق بين هذا الزمن وهذا الزمن يعني معرفة الظروف الزمان جدا مهمة حتى شنو يصر عندك دلالتين للتفرق بين الزمنين الدلالة الأولى هو الفعل الرئيسي إذا كان بيأس لو مجرد زمن الجملة مضارع بسيط الدلالة الثانية ظروف الزمان يعني شون إلا شفت every إذا شفت معناها زمن الجملة مضارع بسيط إذا شفت اللي أخذتهم بالخامس ظروف التكرار إذا شفت معناها زمن جملة مضارع بسيط إذن لمعرفة المضارع البسيط من خلال نقطة الفعل الرئيسي يكون لو بيأس لو مجرد زمن جملة مضارع بسيط ظروف الزمان واحد من هذا النين مضارع بسيط هسا راح ننتقل الزمن الثاني طبعا إنك تقسم الفاعل مفرد وفاعل جمع جدا مهم تعرف الفاعل مفرد هي شي ات فاعل جمع اي وي ذاي وفاعل جمع فاعل مفرد جدا مهم نجي للقاعدة الفاعل طبعا الفاعل مفرد فاعل جمع ولي هنا فاعل مفرد فاعل جمع قبل شوية فكرة هنا أستاذ بخلي لشوف فراغ الفراغ لازم يصير بي يصير بي واحد من هذن لازم موجودات بالجملة زائد فعل شبي آي أن جي زائد فعل شبي آي أن جي ذني لازم موجودات شوف قاعدة هذا عن هذا اختلفت شوف هنا الفعل الرئيسي لازم شبي آي أن جي و لازم قبل الفعل الرئيسي شبي اقشك الزوار و آم وسط فكرة جيد راح ناخذ هذا للأمثلة ونشوف شوف هنا ظروف لحظ آم و فعل شبي آي انج نحن شاب في المال آر و فعل شبي آي انج شوف اي انج شوف اي از و فعل شبي آي انج فهنا لازم معاحد من هذا النبوية ولازم اقو آي انج بمن بالفعل مصد الفكرة هسا بعد ننتقل المفهوم الثاني اللي هو هذا ظروف الزمان حتى نفرق ظروف الزمان عندك الآن في هذه اللحظة الي اللي معناها اليوم هذا اللي فقط ثلاث ظروف زمان بهذا الزمان حتى انت تفرق بين هذا وهذا عندك نقطين فعل رئيس و ظروف الزمان نقطين فعل رئيس و ظروف الزمان الستة انت ودت تلاحظ شوف الفرق بين هذاني وبين هذاني شوف الفرق بين فعل الرئيس هذا وفعل الرئيس هذا ها الستة شرحت النا الزمنين فصرت شون يجب الامتحان لاحظوا يجيب لك اختيارات اما هذا اما هذا انت تبقى حسب الترجمة وحسب الهنت اللي منطقية اذا حسب الترجمة مثلا I walk with a small team of other doctors and nurses هاي حقيقة لو عمل مستمر انه هي تعمل مع طباء ومرضات يعني مستمرة الشغلة لو حقيقة هاي هذي حقيقة وما انه حقيقة راح نستخدم الوق اللي هو الفعل المجرد شوف هنا very early because I usually do operations in the morning هنانا عادتين شوف هنا عند يوجوالي بما انه عند يوجوالي اذا زمن الجملة راح يكون شنو مضارع بسيط يعني مو مضارع مستمر حاليا اش قاعد تسوي هي اش قاعد تسوي تقول I am shopping شوفينا انا I am shopping for comfortable shoes for walk اوكي اربعة I often walk لو I'm walking for many hours لاحظ هنا عندك often ادل على زمن ادل على المضارع البسيط اذا walk My daughter buys لو is buying a thick sweater اكيد is buying لان هسا هي قاعد تسوى I am cooking and cleaning لو cook and clean لاحظ هنا اش عندك اليدي هنا نختار cook and clean ليش نختار cook and clean لان هذا عملها الحقيقة في الحقيقة هنش سوي تطبخ وتنظف المنزل سبعة سبعة عندك what are you doing now عندك now now بما انه عندك now ثمانية I feel tired I read انا اقرأ on our watch TV يعني ذلك الاختيارين ان هاي الحقيقة هي تسوي هسا لحد هنا انتهى دارسنا لهذا اليوم وانتهت الوحدة الثانية بالكتاب يبقى عندك كراسة انتظرونا في الدروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته